اشتركوا في القناة وراجع إلى قبلتنا وكم كان الأمر شقا وقاسيا على أهل الإيمان فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها المؤمنون أطلبوا العون من الله في كل أموركم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة ومعنى الصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن التشويش وهو ثلاث أنواع صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله والصلاة التي تطمئن بها النفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر إن الله مع الصابرين بالنصر والتأييد والهداية والتوفيق